لو خدتوا بالكوا الأوزان دي اللي احنا بنقول عليها الأوزان المثالية فيها 200 جرام و300 جرام و400 جرام وهكذا هي قريبة جدا من حاجة كنت تكلمت حضراتكم قبل كده في حلقات سابقة عنها وحاجة اسمها معادلة الوزن معادلة الوزن دي كنت بتقول ايه العمر بالسنوات في 2 زا 8 العمر بالسنين في 2 زا 8 ده بيدينا فكرة عن الوزن المطلوب للطفل أو المفروض هيكون علي الطفل في نهاية كل سنة فلو خدنا مثلاً مثلاً العمر الوزن عند نهاية السنة الأولى العمر بالسنين 1 في 2 في 2 زا 8 عشرة يبقى الوزن المثالي بيكون في نهاية السنة الأولى 10 كيلو لو خدتوا بالكوا احنا لسه قيل ايه الوزن المثالي عند نهاية السنة الأولى للي بنتي كام 9 كيلو و700 جرام فالفرق بيبقى 300 جرام فهمتوا قصدي؟ فبالتالي معادلة الوزن برضو معادلة إلى حد كبير جداً سليمة وفعالة ودي بنسبة الولادة أو البنات وهكذا طيب